حققت قوة الليبية تقدما جديدا داخل سيرت في سعيها لاستعادة أراضي من قبضة مقاتل داعش ميليشيات المجلس الرئاسي تمكنت من فرض سيطرتها على منطقة الحية الرابع بمدينة سيرت وترضي عناصر تنظيم داعش من المنطقة بعد أن حققت تقدما ميدانيا في العديد من أحياء المدينة يأتي هذا التقدم وسط غطاء جوي يقصف مناطق تمركز مقاتل داعش رغم العوائق والصعوبات التي واجهتنا في حي الدولار من مفخخات ومن عربات مصفحة ومن الغام ومن قناصة وجود للقناصة في عمارات بمتسمى بالعمارات العظم إلا أن شبابنا ما شاء الله تبارك الله في تقدم ملحوظ وإن شاء الله في خلال هذه الأيام القريبة تكون القضاء على حي الدولار والتقدم إلى ما بعد حي الدولار وهي رقم 2 ورقم 3 وإن شاء الله تكون هذه نهاية الحرب العمليات العسكرية هاته مكلت القوات الليبية من العثور على مخازن للذخائر ومعمل لتصنيع المتفجرات والمفخخات هذا وتسعى قوات المجلس الرئاسي الليبية إلى تجديد خناق الحصار لصد هجمات تنظيم داعش وإجباره على الاستسلام بدلا من المواجهة المسلحة داخل الأحياء السكنية رغم نزوح أغلب سكان سيرت